على هامش انعقاد السوق المشتركة لدول شرقي وجنوب القارة الافريقية الكوميسا اجتمعت امس في العاصمة الادارية المصرية الدول الاعضاء لمناقشة المشاريع المقبلة ومن ابرز هذه الدول ليبيا التي ترأس وفدها رئيس المجلس الرئاسي محمد لبنفي لمناقشة الاقتصاد الليبي واعمار ليبيا ما بعد الحرب وخلال السنوات القادمة ومن باب العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر على مر التاريخ استطاعت ليبيا في هذه القمة الفوز بالقدر الاكبر من الاهتمام فقد صرح عضو الاتحاد المصري والافريقي لمقاولي التشييد والبناء محمد الحداد بان هذه القمة تلقي بظلالها على اعادة الاعمار والتنمية وتضع ليبيا في مقدمة الدول الشريكة لمصر في تبادلها التجارية واضاف الحداد ان ليبيا تستحوذ على اكثر من 17% من حجم الصادرات المصرية لدول افريقيا بقيمة 830 مليون دولار الامر الذي رآهم مراقبون للشأن بانه يبشر بالخير في شكل ليبيا خلال السنوات القادمة ليبيا كثفت جهودها في الفترة السابقة ويبدو انها تعمل حاليا على ازدهارها بئية من خلال مشاركتها السابقة في مؤتمر والذي لعبت دورا مهما رغم انها تعاني من مشاكل بئية واليوم نشاهد ليبيا تلعب دورا مهما في الكوميسة كونها عضوا فيها منذ عقود رغم ان العالم يواجه ازمات وصعوبات واستخدام بعض المدن احتياطاتها من النفط الا ان ليبيا تتجه نحو الاعمار والازدهار فما هي محطة ليبيا القادمة اقتصاديا